اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشي مقدمة إنجيل يحن في العقود الأخيرة أظهر عدد كبير من اللهوتيين أن الآية الأولى في الإصحاح الأول من إنجيل يحن تتحدث عن كائن واحد فقط ألا وهو الآب وأن الكلمة ليس كائناً آخر ليس يهوش والمسيح ولكن في الواقع كلمة يهوى هي التي أحدثت الخلق في سفر التكوين كما ورد في الآية السادسة من المزمور الثالث والثلاثين بكلمة يهوى صنعت السماوات والتشابه واضح بين الإصحاح الأول من سفر التكوين والإصحاح الأول من إنجيل يحن إذ تكلم يهوى إلى الخليقة فجاء بها إلى الوجود بكلمته والخليقة الجديدة انطلقت في يهوشوى ابن يهوى مصطلح الكلمة في اللغة العبرية دافار والمصطلح في اللغة الآرامية ميمرا وفي اللغة اليونانية لوغوس يعني أكثر من مجرد كلمة فهذه المصطلحات تشير إلى فعل كشف يهوى عن نفسه وتعبيره عن نفسه وتظهر معاجم لغوية مختلفة أن كلمة لوغوس تعني النطق أو الأمر أو المرسوم أو الخطة أو التعبير عن الفكر أو الفكرة الإبداعية أو الهدف أو الوعد أو الرسالة أو الحكمة أو المنطق أما الكلمة فهي ترجمة غير ملائمة لكلمة لوغوس لأن لوغوس تشمل الفكرة والكلام والفعل وبالتالي فإن عبارات مثل أفكار يهوى الإبداعية التي عبر عنها بالأفعال هدف أو خطة يهوى التي عبر عنها وأعلنها أمر يهوى الهادف أو أي عبارات مماثلة تعكس بشكل أكثر دقة المعنى الحقيقي لكلمة لوغوس لذا فإن يحنى كان يتحدث وبطريقة يهودية نموذجية عن خطة يهوى العظيمة عن هدفه وعقله عن برنامج الخلود الخاص به ثم تم يساعدنا كثيرا في فهم هذه المسألة ويرد في مقدمة رسالة يحنى الأولى التي تتضمن تعليقا جزئيا على مقدمة إنجيله من الإصحاح الأول في رسالة يحنى الأولى من الآية الأولى إلى الآية الثالثة نتعلم أن الكلمة هي هدف يهوى المعلن أو وعده بمنح الإنسان الحياة الأبدية أو الحياة في الدهر الآتي لذا فإن الوعد غير الشخصي أو الهدف المعلن أو الفعل التعبيري المخطط له هو الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت لتصبح مرئية حتى يتمكن التلاميذ من رؤيتها ولمسها أي عندما أصبح الهدف المقرر تحويل الحياة في الدهر الآتي إلى جسد وهذا يوازي أفعال يهوى التي عبر بها عن نفسه والتي أدت إلى عملية الخلق الأصلي يقول يحنى في رسالته الأولى ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند يهوى رسالة يحنى الأولى الإصحاح الأول الآية الثانية بهذا التفسير يخبرنا أن وعد الحياة كان مع يهوى في البداية ولم يكن بعد مع ابن يهوى لم يأتي الإبن إلى الوجود إلا عندما ولد في مريم المقدمة لا تظهر أي محادثة بين يهوى والكلمة بعد ولادة يهوشوى سجل يحنى الكثير من حالات التواصل بين يهوى ويهوشوى وهذا يوضح كذلك أن الكلمة ورغم كونها شخصية لأنها تأتي من يهوى إلا أنها لم تكن كائنا منفصلا عن يهوى قبل ولادة يهوشوى وما يساعدنا على فهم المقدمة بشكل أكبر هو التدقيق في تفاصيلها الداخلية التي تقدم إلينا مفاتيح مهمة حول كيفية فهم أجزائها المختلفة على سبيل المثال عندما يتحدث يحنى عن الذين ولدوا من يهوى يحنى الإصحاح الأول الآية الثالثة عشرة فإن هذا يشير إلى أن هدف يهوى المعلن هو إنشاء خليقة جديدة كما يقول باقي العهد الجديد أيضا وتوضح الآية الثامنة عشرة أن يهوى لم يره لم يتعرف عليه أحد قط وبالتالي فإن خطة الخلاص التي وضعها يهوى ترسل في شكل إنسان الآية الرابعة عشرة ليفسر أو يكشف أو يعلن عن الآية الثامنة عشرة وفقا للآية السابعة عشرة فإن هذا الكشف قد تحقق جزئيا فقط بواسطة الناموس ولكن النعمة والحق والمعرفة الكاملة ليهوى قد تحققت من خلال يهوش والمسيح والمثير للاهتمام هو أن المقدمة تظهر أوجها تشابه مذهلة مع الإصحاح الثامن في سفر الأمثال من الآية الثانية والعشرين إلى الآية الثلاثين التي يتم فيها تجسيد الحكمة ولكن لا يتم تحويلها أبدا إلى أقنوم أي إلى إنسان حقيقي وتجدر الإشارة إلى أنه ثم تتشابه معين بين الآية الأولى في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنة ومقدمة الرسالة إلى العبرانيين يعرض الكتاب المقدس الأمريكي الجديد منهجية الشعر والنثر التي تشكل مقدمة إنجيل يوحنة وقد وضع اللهوتي الكاثولي كي ريموند براون شكلا شعريا مختلفا بعض الشيء للمقدمة على النحو التالي المقطع الأول الآيتان الأولى والثانية المقطع الثالث الآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة با المقطع الثاني الآيات من الثالثة إلى الخامسة المقطع الرابع الآيتان الرابعة عشرة والسادسة عشرة ولأن هذا العامل الشعري لم يتم التعرف عليه في أوقات سابقة فقد فهمت المقدمة بشكل حرفي وقد أدى ذلك إلى جعل الكلمة أقنوما في الآيات الأولى حتى الخامسة أي تحويل الكلمة إلى كائن منفصل عن يهوى وهذا بدوره أدى إلى سوء فهم ما قصده يحنى عندما تكون القطعة الأدبية شاعرية في الشكل فإنها بطبيعة الحال تتضمن لغة مجازية وهي في هذه الحالة اللغة الرمزية للتجسيد وحول هذه النقطة يوضح الباحث اليسوعي روجر هيت قائلا كلمة أقنوم تعني تحويل فكرة أو مفهوم ما إلى شيء حقيقي الرموز مثل الحكمة والكلمة والروح الموجودة في الكتب المقدسة اليهودية التي تشير إلى يهوى ليست أقانيم بل تجسيدات لقد حدث تطور كبير عندما تحول التجسيد إلى أقنوم هذا التطور الكبير أدى إلى تحريف مقصد كلام يوحنى واستحداث كائن ثاني في الربوبية وبذلك تم تقويض التوحيد لقد قسم يهوى إلى كائنين وكان ذلك بمثابة كارثة حقيقية التجسيد في مقدمة يوحنى يعتبر ملائما لأن مصادر يوحنى كانت الأدب العبري الأرامي حيث كان التجسيد يستخدم فيه بكثرة ومن دون قيد على سبيل المثال المصطلح العبري دابار المترجم بكلمة غالبا ما يتم تجسيده في الكتاب المقدس العبري يرسل كلمته في الأرض سريعا جدا يجري قوله مزمور 147 الآية الخامسة عشرة وكلمة تستخدم كما لو كانت شخصا ولكنها ليست شخصا بالمعنى الحرفي للكلمة إذن الكلمة المجسدة لم تكن فكرة جديدة بالنسبة إلى يوحنى أو إلى قرائه وكون مصطلح كلمة مذكر نحويا في اللغة اليونانية لا يعني بالضرورة أن يكون مذكرا عند ترجمة الكلمة إلى الإنجليزية أو العربية لذلك على سبيل المثال في الفرنسية كلمة طاولة هي في المؤنث ولكنها في صيغة غير العاقل في اللغة الإنجليزية مصطلح كلمة غير عاقل في اللغة الإنجليزية أما في العربية فالكلمة هي في صيغة المؤنث ولكنها ترجمت في صيغة المذكر كل شيء به كان الكلمة الآية الثالثة كلمة لوغوس اليونانية أي الكلمة وردت في الترجمة السبعينية الترجمة اليونانية للعهد القديم ما يقارب ألفا وخمسمائة مرة وهي لا تشير أبدا إلى شخص بالمعنى الحرفي للكلمة كما أنها وردت أكثر من ثلاثمائة مرة في الكتب المقدسة المسيحية ولم يتم تمييزها بأحرف كبيرة بشكل خاطئ باعتبار أنها شخص إلا في الإصحاح الأول من إنجيل يحنى وهذا التمييز ليس سوى إضافة تحريرية من المترجمين الكلمة تم تمييزها بشكل صائب في الآية الثالثة عشر من الإصحاح التاسع عشر في الرؤية حيث يكون يهوش والعائد والشخص آنذاك هو الكلمة وكما يقول الدكتور كولين براون من مدرسة فولر اللهوتية خطأ واضح أن نفهم أن الآية الأولى من الإصحاح الأول في إنجيل يحنى تعني في البدء كان الإبن يقول أستاذ علم اللهوت في جامعة هايدلبرغ لا ينبغي أن نجادل انطلاقا من المعنى الخاص بفيلو لمعلمة كلمة باعتبارها شخصية موجودة مسبقا بحبارة أخرى ينبغي أن لا نتبع الفيلسوف اليهودي فيلو ونفهم الكلمة على أنها شخصية متميزة يقول أستاذ اللهوت جيمس دون في المراحل الأولى من قصيدة يحنى الأولى لا نزال ننظر إلى الحكم ليس بصفتها كائنا شخصيا إنما بصفتها الكلام الحكيم ليهو متجسدا ومرة أخرى يقول روجر هايد هناك أمر واحد مؤكد وهو أن مقدمة إنجيل يحنى ليست بمثابة معلومات وصفية مباشرة لكيان إلهي أو لكائن يدعى كلمة نزل إلى الأرض وأصبح إنسانا أن نفهم تعبيرا مجازيا بمعنى الكلام الحرفي يعتبر قطعا سوء تفسير طريقة فهمنا هذه شاركنا إياها بعض أباء الكنيسة الأوائل يقول أوريغانوس معلقا على إنجيل يحنى الكلمة أو لوغوس فقط بمعنى كلام الآب الذي تم التعبير عنه في الإبن عندما حبل بيهوشوة ترجم تيرتاليان عام مائة وخمسة وخمسين إلى مائتين وثلاثين للميلاد الكلمة أو لوغوس على أنها خطاب ويقول إنه الاستخدام البسيط لشعبنا أن يقول عن الإصحاح الأول في إنجيل يحنى أن كلمة الكشف كانت مع يهوى هذه الفكرة استمرت في إسبانيا وجنوب بلاد الغال حتى القرن السابع على الأقل فيما يتعلق بالترجمات التي سبقت نسخة الملك جيمس عام 1611 استخدمت سبع ترجمات رئيسة الكلمة من دون أن تميزها بحروف كبيرة وهناك العديد من الترجمات منذ عام 1611 التي تعكس حقيقة أنه ما من شخص آخر يجري الحديث عنه في الآية الأولى من الإصحاح الأول في إنجيل يحنى على سبيل المثال منها ترجمة عام 1985 للمؤرخ اليهودي هيو جي شون فيل وترجمة عام 1993 بواسطة روبرت دابليو فانك أمثلة اللغة الإنجليزية الحديثة هي التالية في البدء عبر يهوى عن نفسه ذلك التعبير الشخصي تلك الكلمة كانت مع يهوى وكانت يهوى جي بي فيليبس في البدء كان الهدف الهدف في ذهن يهوى الهدف الذي كان كيان يهوى نفسه هذا الهدف اتخذ شكلا بشريا في يهوشوى جي بي كيرد لاهوت العهد الجديد في البدء كانت الكلمة والحكمة الإلهيتان كانت الكلمة والحكمة الإلهيتان هناك مع يهوى كان هناك مع يهوى من البداية وكل شيء جاء إلى الوجود من خلال ذلك روبرت فانك يبدو مما سبق أن الترجمة المناسبة للآية الأولى يمكن أن تكون في البدء كان الهدف المقرر والهدف كان مع يهوى وتجدر الإشارة إلى أن القصيدة منسقة في شكل يسمى التناظر اللفظي أي تصبح الكلمة الأخيرة من العبارة الأولى الكلمة الأولى من العبارة التالية وهكذا إلى أن تصل أخيرا إلى الذروة فيما يلي مزيد من التعليقات على الترجمة الخاصة بالآية الأولى الآية الأولى الشطر الثاني والهدف المقرر كان من خصائص يهوى نحويا يمكن ترجمة هذه العبارة بعبارة الكلمة كان يهوى أو كانت الكلمة شبيهة بيهوى من طبيعة يهوى وخصائص شخصيته أي إلهية غياب ضمير محدد يدل على تأكيد الصفة وليس على تحديدها ملاحظات الكتاب المقدس الأمريكي الجديد هذا يعني أن الكلمة لها صفة يهوى لم تكن مطابقة ليهوى جاء في مقالة فليب هارنر المعنونة الأسماء المسند النكرة أن الإسم المسند النكرة الذي يسبق الفعل في اللغة الإنجليزية يمثله التكرار الثاني لكلمة الثايوس أي الكلمة في يحنى الإصحاح الأول الآية الأولى يستخدم بشكل أساس للتعبير عن طبيعة الموضوع أو الطابعة والقدرة النوعية للمسند بارزة جدا إلى حد أنه لا يمكن اعتبار الكلمة على أنها معرفة ويذكر دليل القواعد النحوية لدانا ومانتي للعهد الجديد اليوناني النقطة عينها وكذلك سلسلة كتيبات UBS التي تقول نظرا لأن كلمة يهوى نكرة لا تعرف بأل فمن الواضح أن كلمة يهوى هي المسند والكلمة هي الفاعل هذا يعني أن يهوى هنا يعادل صفة ما وهذا يبرد تكرار الكلمة كان يهوى وتعكس الترجمات التالية هذه النقطة النحوية الكلمة كانت مع يهوى وكانت تقاسم طبيعة ترجمات المترجم وما كان يهوى كان الكلمة الكتاب المقدس الإنجليزي المنقح طبيعة الكلمة كانت هي نفسها طبيعة يهوى باركلي كانت الكلمة إلهية موفات وكذلك سميث وغود سبيد ما من مبرر لتمييز الكلمة بالأحرف الكبيرة في عبارة الكلمة كان يهوى كما لو أن الكلمة تعني كائنا ثانيا إن تلازم الهوية الفردية مع يهوى غير صحيحة لأنها تدمر فكرة التوحيد يهوى كائن واحد في الكتاب المقدس بالنسبة إلينا ليس لنا سوى إله واحد يهوى الآب رسالة بولوس الرسول الأولى إلى أهل كورانثوس الإصحاح الثامن الآية السادسة وأيضا إنجيل يوحنى الإصحاح السابع عشر الآيات الأولى إلى الثالثة ورسالة بولوس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثاني الآية الخامسة كما أن ترجمة إله ترجمة الشهود يهوى غير صحيحة نحويا ولا يمكنها إبراز الجانب النوعي للعبارة مثل هذا التقديم هو ترجمة خاطئة مخيفة بروس ماتزجر كما أنه غير دقيق من الناحية اللهوتية لأن الآية التاسعة والثلاثين في الإصحاح الثاني والثلاثين من التثنية تقول أنا أنا هو وليس إله معي لو أراد يحن أن يقول إلهي لكان بإمكانه استخدام الكلمة اليونانية ثيوس ومع ذلك فإن كلمة إلهي تعبر عن المعنى على الرغم من ركاكة هذا التعبير لقد كتب يحن مقدمته ليبين أن يهوى كان له هدف منذ البداية يظهر يحن بعد ذلك التحرك قدماً لتحقيق هذا الهدف وصولاً إلى الذروة عندما يتم التجسيد الهدف يحن الإصحاح الأول الآية الرابعة عشرة الهدف أصبح يهوش والإنسان المقدمة تتضمن في جوهرها حركة ديناميكية وتحدد النقطة المحورية الخاصة بها فهي تبدأ بصورة عام شاملة لتنتهي بطريقة ملموسة كوشيل هذا التحرك قدماً يبدو كأنه يدفع باتجاه الآية الرابعة عشرة وهي نقطة الذروة في المقدمة لذلك تم تصوير الكلمة في البداية مع تلميح بسيط للتجسيد المتوقع دخوله إلى المشهد والتجسيد يتعزز في الآيات من العاشرة إلى الثانية عشرة وتتجه القصيدة نحو ظهور الشخصية الفعلية ليهوشو في الآية الرابعة عشرة كما أنه يعمل بشكل مضطرد على تضييق إطار التركيز على الصورة العامة الشاملة في البدء الآيات الأولى والثانية والشطر الأول من الآية الثالثة يضيق الإطار إلى الصنف البشري الذي لم يعرف الشطر الثاني من الآية الثالثة من الآية الخامسة إلى العاشرة يضيق أكثر وخاصته لم تقبل الآية الحادية عشرة ويضيق مجددا كل الذين قبلوا الآيتان الثانية عشرة والثالثة عشرة أخيرا يضيق الإطار تماما ليركز فقط على الكلمة صار جسدا الشطر الأول من الآية الرابعة عشرة الشطر الثاني من الآية الرابعة عشرة والآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة تظهر تفوق المرحلة الأخيرة من خطة يهوى التي تحدث عنها الإبن المولود بشكل فريد من نوعه هذه المرحلة تتفوق على المرحلة السابقة التي تحققت من خلال موسى الطورات تظهر الآية الثامنة عشرة أنه قد تم الكشف عن يهوى بالكامل فقط من خلال هذا الإبن الفريد لهذه الخلفية يمكننا الآن أن نظهر ما هي تفهمنا لمقدمة إنجيل يحنى الكلمة غير العاقلة يتم تجسيدها في الآيتين الأولى والثانية المقطع الأول من القصيدة في البدء كان الهدف المقرر والهدف كان مع يهوى والهدف كان من سمات يهوى كان هذا في البدء مع يهوى عبارة في البدء لا تشير مباشرة إلى الخلق في سفر التكوين ولكن إلى وقت سابق لهذا الخلق عندما شكل يهوى هدفا لصنع البشر كمرشحين محتملين للخلود في البدء لها أيضا دلالات الخلاص في الخليقة الجديدة الآية الثالثة عشرة عبارة كان مع يهوى تعني أنها الكلمة نشأت معه كما في الآية الحادية عشرة من الإصحاح السابع والعشرين في أيوب لا أكتم ما هو المعرفة عند القدير الآيات الثالثة إلى الخامسة المقطع الثاني كل شيء الكون به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة من الدهر الآتي الخلود والحياة كانت نور الناس والنور حق هدف يهوى يضيء في الظلم أكذيب الشيطان التي بدأت في عدم والظلمة لم تدرك سفر التكوين الإصحاح الثالث الآيات الخامسة عشرة وما بعدها قبل نسخة الملك جيمس الثاني عام 1611 وفي بعض الترجمات الحديثة أيضا ترجمت عبارة ذيا أوتو في الآيتين الثالثة والرابعة باستخدام ضمير غير العاقل وليس ضمير العاقل ويعتبر استخدام الضمير غير العاقل إت بالإنجليزية الذي ينوب عن الكلمة مناسبا لأن القصيدة تتحرك قدما باتجاه التجسيم وفي النهاية تصبح الكلمة يهوش والإنسان في المقطعين الأول والثاني تعتبر الكلمة غير الشخصية مرادفا وثيقا لكلمة النور المتمثل هو أيضا في الضمير المحايد غير العاقل إت ملاحظة يعلق ريموند براون قائلا الكلمة اليونانية زوي الحياة لا تعني أبدا الحياة الطبيعية في كتابات يوحنة والمقدمة تتحدث عن الحياة الأبدية إنها الحياة في الدهر الآتي الحياة في ملكوت المستقبل التي يمكن تذوقها الآن من خلال الروح القسم الأول من النثر قد تكون الآيات من السادسة إلى التاسعة والشطر الثالث من الآية الثانية عشرة والآية الثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامينة عشرة هي التي تشكل قسم النثر الأصلي الذي أدرجت فيه قصيدة مكتوبة أصلاً الآية السادسة كان إنسان مرسل من يهوى اسمه يوحنة الآية الثامنة لم يكن هو النور بل يشهد للنور الآية التاسعة كان النور الحقيقي كشف يهوى عن نفسه من خلال يهوشوى الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم عبارة شائعة بين اليهود وفقاً لمجموعة شرح الكتاب المقدس تجسيد الكلمة يصبح أقوى في المقطع الثالث الآية العاشرة كان الكلمة هدف يهوى مجسداً في العالم عالم البشر وقوّن العالم به ولم يعرفه العالم الآية الحادية عشرة هو هدف يهوى مجسداً ولكن الهدف الذي أصبح جسداً بدأ بالظهور إلى خاصته إسرائيل جاء من خلال الناموس وخاصته لم تقبله وتنتقل القصيدة إلى مرحلة أخرى باتجاه الظروة من خلال تعزيز التجسيد مع الكشف عن أن هدف يهوى في شكل التوراة قد رفضته إسرائيل سابقاً ومع ذلك بسبب تقديمه للنور الحقيقي في الآية التاسعة فقد يكون مقصد يحنى أن يظهر أن يهوشو بصفته هدف يهوى المتجسد جاء إلى إسرائيل ولم يتم قبوله وبالتالي يحضرنا يحنى للإعلان الذروة في الآية الرابعة عشرة الآية الثانية عشرة الشطران الأول والثاني وأما كل البشر المستنيرين الذين قبلوه من خلال حفظهم التوراة التي كانت بمثابة معلم يقودهم إلى المسيح فأعطاهم هدف يهوى مجسداً سلطاناً حتى يقبل المسيح أن يصير أولاد يهوى القسم الثاني من النثر الآية الثانية عشرة الشطر الثالث أي المؤمنون باسمه بمعنى أن يؤمنوا به الهدف المتجسد الآية الثالثة عشرة الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من يهوى ولدوا من الأعالي الكتاب المقدس الأمريكي الجديد ابتداء من الآية الرابعة عشرة فحسب يمكننا التحدث عن اللوغوس أي الكلمة الشخصية قبل الآية الرابعة عشرة لا نزال في زمن ما قبل المسيحية لجهة كيفية الحديث عن الحكمة واللوغوس نتعامل مع التجسيد بدلاً من الأشخاص أعمال يهوى المجسدة بدلاً من كائن إلهي فردي على هذا النحو يؤيد كوشيل هذه الفكرة ويقول فقط بدءاً بالآية العاشرة فصاعداً يمكننا أن نتحدث عن لوغوس أنساركوس أي الإنسان يهوشوه ولكن الآية الرابعة عشرة هي التي توضح أولاً بشكل لا لبس فيه وبالتعبير المسيحي أن الكلمة صار جسداً وبالتالي تعرف لوغوس أساركوس بشخص معين البيان الذروة حول الكلمة المتجسدة في المقطع الرابع والأخير الآية الرابعة عشرة وهدف يهوى المعلن صار جسداً وحل في صورة جديدة لوجود يهوى بين شعبه بيننا ورأينا مجدة هدف يهوى الذي صار متجسداً مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً الآية السادسة عشرة ومن ملئه نحن جميعاً آخذنا ونعمة تظهر الآية السابعة عشرة أن هذه هي الحقيقة من خلال يهوشوة الذي يقودنا إلى العهد الجديد فوق نعمة التوراة التي تتلاشى بعد اكتمالها أو نعمة بعد الأخرى كما ورد في النسخة الدولية الجديدة للكتاب المقدس أو نعمة مكان الأخرى كما ورد في كتاب أورو شليم الجديد قسم النثر النهائي الآيتان السابعة عشرة والثامنة عشرة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيهوش والمسيح صار يهوى لم يره لم يكشف عنه أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب كتاب أورو شليم الجديد والمراجع الجديد للنسخة الكاثوليكية هو خبر في الخلاصة لعل النقاط الأكثر فائدة تتمثل في أن نفهم أن مصطلح كلمة هو مصطلح غير دقيق وغير مناسب للتعبير عن معنى مصطلح لوجوس وأن الجزء الأكبر من المقدمة هو كناية عن شعر مما يشير إلى احتمال كبير جدا للمعنى المجازي لمصطلح كلمة مثل مصطلح الحكمة في المقطع الموازي في الإصحاح الثامن من الأمثال وكذلك كما يقول كوشيل المقدمة تتضمن في جوهرها حركة ديناميكية وتحدد النقطة المحورية الخاصة بها فهي تبدأ بصورة عامة شاملة لتنتهي بطريقة ملموسة وهذا يجعل من الصعب فعلا العودة إلى أي مرحلة سابقة من المقدمة هذا التحرك قدما في القصيدة يشير إشارة قوية إلى أن ياهوشو هو ما أصبحت عليه الكلمة فقط ابتداء من الآية الرابعة عشرة وفي رأينا ليس قبل الآية الحادية عشرة مما يجعل من المستحيل أن يكون هناك كائن موجود مسبقا في الآية الأولى من الإصحاح الأول في إنجيل يحنى وجود كائن ثاني الذي هو في الواقع يهوى يناقض كل ما جاء في الكتاب المقدس ويناقض يهوشوى في الآية الثالثة من الإصحاح السابع عشر في إنجيل يحنى أنت أيها الآب يهوى الحقيقية وحدك الأستاذ المتميز في دراسات العهد الجديد تي دابليو مانسون يوضح وجهة نظرنا بشكل رائع إذ يقول أشك كثيرا في أن يوحنى كان يفكر في مصطلح الكلمة على أنه شخصية على حدة فالشخصية الوحيدة في المشهد هي يهوشوى بن يوسف من الناصر هذه الشخصية تجسد الكلمة تجسيدا كاملا بحيث يصبح يهوشوى كشفا كاملا ليهوى ولكن بأي معنى نستخدم كلمة تجسيد؟ بالنسبة إلى يوحنى كل كلمة من كلمات يهوشوى هي كلمة الرب بقلم بقلم ري فاركروث أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك البريد اليومي فاليريا جوميز من تشولوما في الهندراس لديها سؤال لبريدنا اليومي اليوم سؤال فاليريا مفيد للجميع على ما أظن تسأل ما رأيكم بالمشككين؟ كثيرا ما يطرحون أسئلة لا أعرف كيفية الإجابة عنها أعلم أنه من المفترض أن نكون قادرين على إعطاء إجابة لكل من يسأل ولكن كيف؟ أحيانا نشعر وكأنهم لا يريدون أن يقتنعوا ولا يريدون سوى المجادلة غالبا ما لا يكونون مهتمين بمعرفة الحق وكل ما يريدونه هو المجادلة لذلك عليك أن تعرف من تواجهين لا تنجرف الجدال فقط بهدف الجدال لم يسبق لأي روح أن كسبت المسيح بهذه الطريقة ولكن في أوقات كثيرة يكون الأشخاص الذين يروقهم الجدال موضوعا قابلا للإقناع بل قد يرغبون في الإيمان حتى لكن الشكوكهم أو أسئلتهم تشكل عثرة تقف في طريقهم أظن أنه في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى مع تزايد التوترات في العالم يبحث الناس عن إجابات فهم يتألمون وإن كان بإمكاننا تقديم الإجابات إليهم الإجابات الصادقة فقد يكونون منفتحين جدا على تعلم المزيد أول ما عليك القيام به يا سامي بالطبع هو الصلاة صلي دائما واطلب الإرشاد الإلهي يمكنك أن تصوب صلاة إلى السماء وتطلب فيها الحكمة يمكنك أيضا جعلها جزءا من العبادة الصباحية هذا ما أحب القيام به في الصباح عندما أصلي أطلب مني أن يرسل لي فرصا لأشهد له خلال اليوم الآن تلك الفرص قد تظل موجودة ولكن إن صليت وطلبت فهو سيلهم ذهني ويرشدني لعرف متى أتكلم وماذا أقول قد أفتقد الكثير في غياب ذلك الإرشاد لأنني لن أدرك ما هي هذه الفرص على حقيقتها وعندما تجعلها جزءا من صلواتك الصباحية اليومية يمكنك أيضا أن تصلي مسبقا وتطلب منياه أن يعد قلب المستمع ليكون منفتحا على ما تريد مشاركته إياه الأسئلة التي يطرحها المشاككون تصبح متشابهة بعد فترة مثلا السؤال الذي يطرح غالبا هو إن كان يهوى كلي القدرة فلماذا هناك معاناة في العالم؟ آه طبعا طبعا إنه شائع وسؤال آخر هو ماذا تفعل بشأن كل التناقضات الواردة في الكتاب المقدس؟ كما قلت تصبح الأسئلة متشابهة بعد فترة لذا هل يمكن أن تعطينا إجابات عن أكثر الأسئلة شيوعا؟ مثلا ما الذي يمكنك قوله بهدف استرعاء ذهن أحد المشككين عندما يسأل إن كان يه قديرا إلى هذه الدرجة فلماذا يسمح بالمعاناة؟ هذا سؤال يطرحه المؤمنون وغير المؤمنين على حد سواء وبشكل متكرر وهو سؤال منطقي الحقيقة هي أن الآب يعاني أكثر منا هل تنتقد إلى العبرانيين الإصحاح الرابع وتقرأ الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة؟ حسنا تقولان لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه الآب والاب يشعران بكل ما نشعر به الآب بفضل طبيعته اللانهائية يعاني أكثر حتى هو يعاني معي ويعاني معك يعاني مع طفل في الجانب الآخر من العالم ونحن لا نعرف عنه أي شيء لو كان أننيا لكان أمر بإيقاف الأمر على الفور لأنه بذلك سينهي معاناته لا يمكننا أن نلوم ياه على المعانات في العالم التي تسببها الخطيئة الحياة في عالم خاطئ ستكون مليئة بالمعانات لهذا السبب يا سامي لم يرد أبدا أن نجرب الخطيئة لكنه لن يجبر الإيرادة البشرية لأنه يضمن للجميع حرية الاختيار وهذا يعني أن الناس الطيبين أحيانا يعانون بسبب تصرفات الآخرين ولكن حتى في هذه المسألة يمكننا أن نثق بالآب فرومي الإصحاح الثاني عشر الآية التسعة عشرة تنصح لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لينقمة أنا أجازي يقول يهوى يمكننا إيجاد هذا المفهوم في التثنية أيضا سأنتقل إليه على الفور التثنية الإصحاح الثاني والثلاثون الآية الخامسة والثلاثون تقول لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم إن يوم هلاكهم قريب والمهيئات لهم مسرعة إذن رغم المعاناة في العالم يمكننا أن نثق بمحبة خالقنا فالسبب الوحيد الذي يجعله يسمح بذلك هو أنه لن يفرض أبدا مشيئته على الآخرين لكن حتى من المعاناة يمكنه إخراج شيء إيجابي هل تقرأ لنا يا سامي رومي الإصحاح الثامن الآية الثامنة والعشرين؟ تقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون ياه الذين هم مدعوون حسب قصده سؤال آخر يواجه المؤمنين وهو ماذا عن كل التناقضات التي ترد في الكتاب المقدس؟ أجل سبق أن سمعت هذا السؤال أمر واحد يمكنك القيام به وهو طلب أمثلة محددة ففي كثير من الأحيان الناس لا يعرفون أي منها بل يوجهون هذا الاتهام فقط لأنه شيء سمعوه ويتوافق مع ما يريدون تصديقه مع ذلك هناك بعض المبادئ التي يمكنك مشاركتهم إياها الموضوع الأساس الوارد في الكتاب المقدس والذي يزعم الناس أنه يتضمن تناقضات هو قصص حياة المسيح نعم الأربعة أناجيل أربع قصص تعود للفترة الزمنية عينها الاختلافات تنشأ بالفعل ولكن ما يجب تذكره هو أن إغفال تفاصيل معينة ليس مماثلا للتناقض مثلا فلنتناول قصة القيامة حسب الأناجيل لوقة الإصحاح الرابع والعشرون يشير إلى ملاكين عند القبر بعد صلب المسيح ومتى الإصحاح الثامن والعشرون يشير إلى ملاك لو قال تحديدا لم يكن هناك سوى ملاك واحد لكان ذلك متناقضا لكن في هذه الحال يمكن التوفيق بين إشارة إلى ملاك وقصة لوقة نقطة أخرى تعني أيضا أن اختلاف القصص لا يعني تلقائيا أن إحدى القصص خاطئة وهي قصة ولادة يهوشوة فحسب لوقة مريم ويوسف بدأ من الناصرة وسفر إلى بيت لحم بانتظار الولادة قبل أن يعودا إلى الناصرة أما متى فيسرد ذلك لاحقا يبدأ بولادة يهوشوة في بيت لحم ثم يعطي بعض التفاصيل التي لم ترد في لوقة فهو يتحدث عن الرحلة إلى مصر هربا من هيرودوس قبل أن تعود العائلة إلى الناصر هذا مماثل لما يفعله الكتاب المعاصرون فهم يختارون التركيز على أوجه مختلفة من حياة الشخص أدخل كتاب الإنجيل تفاصيل مختلفة لكن القصة الشاملة متناغمة فكاتب أحد الأنجيل ذكر أن المخلص طهر المعبد في بداية خدمته وكاتب آخر ذكر أنه فعل ذلك في نهاية خدمته لكن الواقع بسيط طهر المعبد مرتين تساؤل آخر يطرحه الناس ويمكنهم أن يكونوا عدوانيين في طرح ذلك وهو كيف يمكن أن تكون المسيحية السبيل الحقيقي الوحيد لياه؟ ليست كذلك كما سبق أن ذكرنا كل دين يتضمن بعض الحق فقد ضمن يهوى أن يكون لكل معتقد جزء من الحق ليتمكن أولئك الذين هم عرضة للحق من خلال الاستجابة له أن ينجذبوا إلى حق أكبر في الواقع كلما اطلعت على حقائق أكثر كلما اقتربت من ياه وكلما اقتربت منه كلما ازدادت معتقداتك المشتركة مع الأشخاص الذين يقتربون أيضا من ياه فهو مصدر الحق كله هذا ما يحصل عندما تكتشف الحقائق كما قال يهوشوى في يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به نقطة سديدة علينا تذكرها فكلنا ننطلق من نقاط مختلفة ولكن كلنا نحتاج إلى المخلص يتصور أناس كثيرون أن الطريقة إلى الحياة الأبدية طويلة والآب في طرفها الآخر لكن الطريقة الأفضل لتخيل ذلك هي أن نرى الآب كمحور مركزي وسط كل شيء ونحن مثل أسلاك العجلة ننتشر في كل مكان حوله بعض الأشخاص يكونون قريبين منه وبعضهم على مسافة أبعد إن كنت على جانب واحد من هذا المحور المركزي وياه في الوسط وخلفيتك المعتقدات التي نشأت عليها تضاعك على الجانب الآخر فعلي أن أفسح ليه بعض المجال للعمل معك مثل ما يفعل معي وثق بأنه فيما نحن الاثنان ننجذب إليه سنصبح في نهاية المطاف متحدين كواحد عندما نصبح واحدا معه طريقة جيدة للنظر إلى الأمر أود أن أضيف بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع أولا لا تخف من القول إنك لا تعرف أحيانا نشعر بالغرور ونظن أنه علينا توفير إجابة لكل شيء إن كنت لا تعرف قل ذلك لا تحاول المراوغة هذا جيد يا سامي فالشخص المثقف والنزيه حقا سيحترم إجابة صادقة أكثر مما يحترم خدعة إن كنت لا تعرف اعترف بذلك وعدهم بدراسة الموضوع وإجابتهم لاحقا ثانيا علينا تذكر أنه ليس من واجبنا أن نبكت أحدا فهذا عمل روحيا نحن لسنا سوى متحدثين باسميا نقول الكلمات لكن الروح الإلهية هي التي تبكت كان ذلك درسا استغرقني بعض الوقت لتعلمه فلطالما كنت أحسب أنني إن استعملت الكلمات المناسبة فسأقنع الشخص من خلال الحجة المناسبة ولكن الأمور لا تجري على هذا النحو وأنا سعيد بذلك إن كنا مستعدين لقول الكلمات فيمكننا ترك الباقي ليه حسنا لدينا سؤال آخر يمكننا الرد عليه بإجاز ابقوا معنا أيها الأصدقاء سنعود بعد قليل أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ماتيو سيلفا توريس من تشيلي أرسل إلينا سؤالا يؤلمني الشعور بأن المخلص كان يتمتع بميزة غير عادلة أعرف أن هذا خطأ لكن هذا ما أشعر به أعرف أنه إنسان بصورة كاملة لكنني أعرف أيضا أنه الله أيضا لذا أعتقد أن السؤال هو كيف من المفترض أن نكون مثاليين مثله وهو كان إلها وإنسانا في آن معا ونحن بشر فقط سؤال وجيه وأنت محق يا سامي حسنا إن فكرة أن يهوشو كان إلها وإنسانا بصورة كاملة غير صحيحة فهذا تمسك ببدعة الثلوث لذا دعنا نضع ذلك جانبا كان يهوشو إنسانا نقطة على السطر أوافقك الرأي لكن كنت واثقا من أنك ستعارض حسنا سؤال ما تيوجيه وحتى مع العلم بأن يهوشو كان إنسانا بصورة كاملة لابد من التساؤل كيف استطاع أن يحفظ النموس وأنا أعجز عن ذلك هل كان يتمتع بنوع من المزايا لا يتمتع بها الباقون نعم لكننا نتمتع بميزة لم يتمتع بها من الأفضل أن توضح لنا الأمر حسنا يا سامي ثم تفارقان أساسيان بين خبرتنا وخبرات المسيح فهو كان يتمتع بميزة واحدة لم نتمتع بها ونحن نتمتع بميزة لم يتمتعه وبها ماذا تعني؟ لطالما كنت أدرس بأن يهوشو لم يكن فقط مخلصنا بل كان أيضا مثالا لنا عن كيفية عيش حياة مثالية بالتأكيد لكنه كان أكثر من ذلك كان آدم الثاني فلنلقي نظرة على رومي الإصحاح الخامس وهذا المفهوم موضح بالتفصيل فيه الأمر هو التالي المسيح كان آدم الثاني وكان هدفه خلاص البشرية فآدم الأول سقط ولتحقيق ذلك كان مولودا بروحية في رحم مريم كان إنسانا بالكامل لكن لم يكن له أب دنيوي كان يهو والده ما يعنيه هذا بالنسبة إلينا هو أنه لم يكن لديه ميول موروث للخطيئة لدينا كلنا ميول مكتسبة وموروثة للخطيئة فيما هو لا لم يكن هذا الهدف من ولادته بل الهدف من ولادته كان أن يكون آدم الثاني لم يكن لدى آدم أي ميول موروثة أو مكتسبة للخطيئة أيضا لكنه رغم ذلك اقترف الخطيئة إذن كانت مهمة يهوشوى التغلب على خطيئة آدم هذا هو الوجه الآخر من العملة هذا ما يمنحنا ميزة يهوشوى فهذا يحدث بعض التوازن ما الميزة التي تتوفر لدينا؟ أعجز عن التفكير في إحداها حسناً ابقى على رومي الإصحاح الخامس مفتوحاً إذ سنعود إليه وانتقل إلى العبرانيين الإصحاح الخامس اقرأ وصف يهوشوى الوارد في الآيتين الثامنة والتاسعة حسناً مع كونه ابناً تعلم الطاعة مما تألم به وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي هذه ميزتنا لقد ارتكبنا الخطايا وافتقرنا إلى مجدياه مراراً وتكراراً ولكن من خلال الإيمان بمزايا يهوشوى سيسقط الآب بره علينا بعبارة أخرى سيعلننا الأب أبراراً علماً أن أحداً لم يفعل ذلك من أجل المسيح كان عليه أن يتعلم الطاعة وقد فعل هذا من خلال العذاب والألم لم يعلنه أحد باراً والآن عد إلى رومي الإصحاح الخامس وقرأ لنا الآيات الثانية عشرة حتى التاسعة عشرة من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي إنها الميول الموروثة للخطيئة فالموت ساد حتى على الذين لم يخطئوا كما فعل آدم حسن تابع ولكن ليس كالخطية هكذا أيضاً الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيراً نعمة ياه والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يهش والمسيح قد ازدادت للكثيرين وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يهش والمسيح فإذن كما بخطية واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاطاً هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً هذا هو المبرر يجري الإعلان عن الأبرار رغم كونهم خطأ وهذا يحدث عندما يسند إليهم بالرويهوشوة هذا جميل حقاً ومنطقي أيضاً لذلك بالعودة إلى السؤال ماتيو كيف ينطبق هذا على جهودنا الخاصة لحفظ الناموس؟ هل تقول إنه ليس علينا ذلك لأن كماله يحول إلينا؟ لأنني لا أصدق ذلك لا لا وأنا لا أصدق ذلك أيضاً انتقل إلى الإصحاح التالي رومي الإصحاح السادس وقرأ لنا الآيات الإحدى عشرة الأولى فهي تتضمن إجابتك الآيات الإحدى عشرة؟ آجل من فضلك حسناً فماذا نقول؟ أن نبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشاً نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليهشو المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستبعد أيضاً للخطية لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضاً لا يسود عليه الموت بعد لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها يهوة كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياءاً لياه بالمسيح يهشوى ربنا رومي الإصحاح السادس الآيات من الأولى إلى الحادية عشرة عندما تستسلم بشكل كامل ليهوى يحول إلينا بر المسيح لكن أكثر من ذلك يعيد الأب خلقنا على صورته يشرح حزقيال كيف يجري ذلك حزقيال الإصحاح السادس والثلاثون الآيتان السادس والعشرون والسابعة والعشرون هل يمكنك قراءتهما لنا؟ وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها عندما يضع يهوى روحه في داخلنا وعندما نطيعه سنفعل ما نريد أن نفعله بشكل طبيعي لن تكون الطاعة مفروضة علينا لن نحفظ الناموس لأنه يجب علينا ذلك للوصول إلى حياة الأبدية عندما يسكب يهوى نموسه في قلوبنا ستكون الطاعة طبيعية ستتدفق منا تماماً مثل ما يحدث مع المسيح هل تذكر ما قاله للتلاميذ؟ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتم ما عمله انظر يحنى الإصحاح الرابع الآية الرابعة والثلاثين يهوشو وأبوه كانا واحداً ليس لأنهما تشاركا قاسماً مشتركاً وهو الألوهية بل لأن يهوشو كان مستسلماً بالكامل لمشيئة الآب إلى حد أنه حين كان يطيعه كان يفعل ما كان يريده في أي حال وهذا متاح لنا أيضاً هل تقول إنه يجب أن نكون بلا خطيئة؟ أقول إنه عندما نستسلم بالكامل ليهوى عندما نسمح له أن يهبن قلباً جديداً سكب فيهنا موسى فإننا لن نقوم أبداً بعمل أي شيء يتعارض مع إرادته على عكس المسيح قد تكون هناك بعض الخطايا التي لا نعرفها خطايا الجهل لكن ما من ولد من أولاد يهو الذين قابلوا عطية قلب جديد سيستمر بارتكاب الخطيئة التي يعرفها والسبب بسيط عندما نسمح ليهب أن يسكب ناموسه في قلوبه تقول الآية السابعة والعشرون من حزقيال الإصحاح السادس والثلاثين إنه سيجعلنا سيمكننا من أن نسلك في فرائده ونحفظ أحكامه ونعمل بها هذا وعد أريده في حياتي أيضاً أرسلوا إلينا أسئلتكم وتعليقاتكم حتى ذلك الحين تذكروا يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر